كابن عادل أنت قلت بالأول أن الأرض والأجواء حيبقى ليها دور كبير جداً نهاردة في تحديد نتيجة المباراة ومتخوف وقلتلك متخوف من المباراة في بداية الستوديو قلتلك متخوف جداً عشان الواحد وعشرين يوم اللي تكلمني عليها بطول تكسر عالم للأندية تخرج من أجواء لأجواء لأجواء وما زلت أنا مصمم على دي أنا عاوز أسأل سؤال هل فرقة سيمبا أحسن من الفرق البرازيلي اللي لعبناه ولا أحسن من الفرقة الديهلي اللي احنا لعبناها لا الموضوع مش كده خالص هل لعبة النادي الأهلي عندها طاقة وبخلانة بالطاقة عليك أنا بكلمك من وجهة نظري لا طبعاً ومش قادرين ياخدوا قرار في الملعب الموضوع صعب جداً أنا بكلمك بمنتهى الأمانة أنا عمري ما برر هزيمة ولا أحب أبرر هزيمة أبداً وما بحبش أن أنا أقول إحنا في شماعة للهزيمة لكن أنا بكلمك على حقائق حصلت بكلمك على جو طالع من جو وشت وهنا في مصر رايح على سفر وقت كبير قوي بتغير نومتك ثلاث مرات في عشرين يوم أنا مش بدي مبرر للعيبة بس أنا بقولك اللي حصل اللعيبة مش فيه أوقات مش قادرين ينفزه اللي في دماغهم لعبت النادي الأهلي عمري ما حد بيلعب عليهم كرة ولا يبص عليهم كرة ما كانش بيضغطه أنت شوفته كتير إن ما كانش بيضغطه كتير قوي حتى القرارات اللي كانت بتتاخد قرارات فيها إجهاد وفيه أجهات كبير قوي حتى الضغطة في الجون اللي دخل فيك الضغطة من اللاعبين متأخر شوية القرار يا كابتل لما بيكون فيه إرهاق وصفر وتعب وحاجات كده ومش مبرر وما زلت بقولها ومش مبرر اللي أنا ببرره ولكن أنا بقول لك على حقائق حصلت مش معظم اللاعبين مش قادرين يعدوا حتة كرشة النفس بتاعة الجو الصعب بالرطوبة الصعبة وأنتعرف لو إحنا عندنا كمان رطوبة في مصر في الوقت ده أو عندنا حر في مصر في الوقت ده ورايحين نلعب في وقت حر متشابهة شوية قادر فيه اختلاف شوية لكن جناب أتكلمك على حرارة كانت بتبقى 16 بيقابله هنا و14 وأحيانا بالليل بتبقى 7 و8 وأوقات في الدهر بتبقى حوالي بتوصل ل 16 وفي أيام 12 وترجع تروح تلعب في أجواء حرة جدا وأجواء رطوبة لا فيه كان النهاردة بجلق من النادي الأهل في الوقت اللي انت روحت لقبت فيه مباراة في مكان بعدما عديت كاس عالم أندية وبعدين لما عديت المريخ وبعدين لما سافرت وجيت الحاجة التانية المهمة اللي أنا عايز أقول الإسرار اللي كان آخر 10 دقايق من لعيبة النادي الأهلي زي ما كانت نعلاق قال ده كبرياء النادي الأهلي اللي عيبة خلاص لكن انت مفيش لعيب عاوز يشيل جهد مفيش لعيب عاوز يشيل جهد ولا يبخل على جهد في النادي الأهلي أنا بكلمك بممتال أمانة احنا مش لعبتنا كده ولا فرقة النادي الأهلي كده انت بتلعب في أقصى تبتلعب الباير بتجري جري فوق طقطك علشان تقابل فرقة زي الباير يعني أنا بكلمك بممتال أمانة مش مبرر ليهم ولكن في حاجات ممكن يكون النهاردة مثلا عدم خبرة من بعض اللاعبين عمل الجمهور على اللعيبة برضو فيه انت خلي بالك كابتن اللعيبة دي عمرها يعني مش عاوز يقول لعبو كابتن انت من سنة 2011 في مصر ما بتلعبش بجمهور انا مش برضو مش مبرر رغم هذا أنا بقول قدام الناس ده مش مبرر ان احنا نخسر لا المبرر للأكسوجين يعني ولكن لا انا بكلمة كابتن شريف ايه احنا عمرنا ما بنديل نفسنا مبرر بس أنا بقول لكو على ظروف صعبة ممكن الناس في البيوت تبقى شايفة لعيبة النادي الأهلي ليه لعيبة النادي الأهلي ما بيجلوش كلا لازم نقول انه ليه لعيبة النادي الأهلي ما بتبخلش على الناديها وبدليل ان هم أبطال من قيمة عشر تيام بس أبطال واخدين التالت وانا بنوع الموضوع ده كابتن عصود علم انت بتكلم عن الاستشفى يا كابتن لما نيجي نشتغل عليه لما تشتغل على ثلاث مباريات أقصى حمل انت بتتكلم في البير المفروض اي لعيب يا كابتن في البير كان بيجري في الدور المصر انت بتجري كام كيلو من تمانية لتسعة كيلو أقصى لاعب لكن في الدولة لما لعبت البير ممكن يكون اللعيبة عدة الحداشر اللي اتناشر اللي اتناشر يا كابتن وبعدين انت بتلاعب الدهيل وبعدين بتروح على المركز التالت في برونزية عالم فتاخد برونزية العالم بتتعب وتجري وتموت نفسك والاجوام وارهاب يا كابتن في حاجة اسمها انا يا كابتن تعال نقولها كده للناس اللي مشاهدين في بيوت انت لما بتغير نومتك من مكان الى مكان انت بتقول انا تعبا وما بعرفش انام انا بتكلمك راحوا قطر ناموا في لعبة ونامت في قطر وبعدين رجعت لبيوتها تاني وبعدين انت عارف بيبقى فيه معسكرات ومسحات وشد عصبي وحاجات كده من هذا القبيل وبعدين يروحوا على معسكر عشان يسفروا ويسفروا بطيران ويروح يغير نومته تاني هما مش آلات لكن الاداء كنا ممكن نعمل احسن من كده كتير قوي بالروح الاعلى ولكن انا بحس ديانج اعلى لاعب في النادي الاهلي جاريان النهاردة هو بيجري ورا اللاعب انت تشوف فيه تعب وتعب كبير هالد يانج الوحيد اللي كان تعبان معزم لعبة النادي الاهلي كانوا تعبانين في الحكة تجاري واتتبعوا ورا اللاعبة هم لعبة خفاة في الاكسجين عندهم علشان انا يا كابتل لما قلتلك قابليها لما اخرج من اجواء شطوية الى الاجواء الصوفية دي اللي بتأثر لكن لو العكس مش هتأثر تماما دول واخدين على الجو ده وبيلعبوا في الجو ده وفي الوقت ده هم حتى ضغطوا على النادي الاهلي مفيش فرقة تبقى بطل افريقيا او تالت عالم وانت فرقة مع احترام السيمبة انك انت تضغط على النادي الاهلي لا هم بيستغلوا عامل الجو اللي حصل ده من وجهة نظر ولكن في الاخر مباراة وعدت المفروض ان احنا نهتم شوية بحتة الاستشفاء وده مهمة جدا لازم نرجع لحتة الاستشفاء تاني بقى أسرع والحاجة التانية المهمة في لعبين لازم يبقى فيه مراجع لنفسهم شوية لما يجيلك فرصة امسك فيها قوي وحافظ عليها قوي لان العدد الايام الجاية الراحة هتبقى اكتر فتلاقي الاداء هيبقى افضل ويبقى احسن فهتعد فعلشان كده بنتكلم لحتى المستر مسماني احيانا احيانا احنا بنتأخر في الهدف وبنلعب للشوت التاني وانحنا تكلمنا ومزيدنا احنا ممكن احنا وانحنا عاديين مشكلة وقلناها اكتر من مرة انا اتكلمت فيها اكتر مشكلة مرة هتسلم الامر انك انت هيجريك الجو يعني انت النهاردة كنت بتلعب على عامل بقى لك مدة بتلعب على العامل اليقى البدنية الشوت التاني وبتكسب في الشوت التاني كان ايه اللي بيحصل بتكسب المباريات لكن لما كان عامدك اجهاد النهاردة ومن البداية لما جيت الشوت التاني انت مقدرتش تلعب على العشر دقايق الاخيرة وده حلاوة الروح اللي بيتقال عليها اللي هو اللعيب بيموت نفسه خلاص يعني حاسس ان الوقت بيخلص لكن هو بياخد النفس التاني اللي هو النفس الاراضة لكن مش اللياقة البدنية يعني انا انا شايف انه احنا ننسى المباراة الا المجموعة مش بنقول اتصعابة كل مجموعة كل مجموعة اتصعابة السنة اللي فاتت كانت المجموعة متصعابة انا مش الهلال والنادي الاهل القادر على انه نسترجع المباراة الجاية ان شاء الله نكسب هنا ونتربع على قمة المجموعة وان شاء الله احنا يهمينا ان احنا نعدي الدور التاني لان الخطوات اللي هي عاوز اقولك التصعودية لاي فرقة بطل مش لازم تبدأها قوي قوي انت انت اقسيبت المباراة الاولانية كويس وبرافو عليك ماتش المريخ 3-0 الماتش ده هارد لك انك انت اتغلبت واتغلبت مش يعني غلبي كبير انت مغلوب 1-0 وده انا مش بحفز ان انا اقول ان كويس انك انت اتغلبت لا بالعكس لكن خلاص انتهى الموضوع عدى الموضوع خالص ترجع مصر تعمل استشفى بتاعتك تلعب مباراة الدور النقص عندك انت عندك مباراة هتدغط الايام الجاية فيجب انك انت تتخطى 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 لانه البطل لازم يعدي الحواجز دي وبسرعة 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 عشان يوصل لإيه للآخر لهدف وزي ما احنا بنعمل طول عمرنا كده بنعمل كده هدفنا كان السنة اللي فاتت ان احنا نتخطى الحواجز عشان نوصل للتسعة ان شاء الله هنتخطها ومفيش حلوة يعني مفيش حاجة هتيجي 100% مش حلوة من غير نار زي ما يقول وكمان يا كبتل مش هتيجي 100% يعني وانت مش لوحدك يعني خلي بالك يعني الفرق اللي قدامك هتقعد التجاري وانا قلتها قبل كده نادي الاهل بيبقى عيد عند اي فرقة عند سيمبا كمان انت بتلاعب يعني انا مثلا لو رحت ما احترامل اي فرقة تانية انا متكلمش على مصر متكلم على الفرق اللي بتلاعب بعضها في افريقيا لو راحت فيه تقلاف لفرقة ثيمبا مش هتلاقي الشحن اللي ضده كده والحاجات دي كلها ما بيحصلش الحاجات دي يا كابتل يعني ولكن في الاخر لازم نتعلم بقى الدروس المستفادة ان احنا نتعلم من اخطاءنا واحد هنقولها هنقولها ولكن مش عايزين نجلد نفسنا ان احنا ااا ما كناش كويسين قوي والحاجات لا عادي انت كنت فترات مجهد جدا وليك وليك عذرك انا بتكلم العذر البدني النفسي الصفر الحاجات دي كلها وان شاء الله الايام اللي جاية ترجع نفسك وتبقى افضل بإذن الله رب العالم